عقوبات أمريكية جديدة ضد الأذرع المالية الممولة لأنشطة ميليشيا حزب الله اللبنانية عقوبات أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية وشملت رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال عبدالله وخمسة من شركائه وثماني شركات تابعة له في كل من لبنان والعراق وبحسب الخزانة الأمريكية فإن عبدالله هو أحد مسؤول الميليشيا كما أنه عضو نشط في الشبكة المالية الممولة لأعمالها في لبنان وخارجه وقد قدمت دعم لحزب الله على مدى عقود عبر أنشطة تجارية في مختلف بلدان العالم حيث تم تحويل أرباحها لصالح الميليشيا اللبنانية بتسهيلات من مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وزعامات ميليشيوية في العراق وتأتي العقوبات الأمريكية الأخيرة بحسب موقع المونيتور الأمريكي بعد أيام قليلة من خسارة حزب الله وشركائه السياسيين للأغلبية البرلمانية في أول انتخابات في لبنان منذ انزلاق البلد إلى الفوضى المالية أواخر عام 2019 الأمر الذي يدعم الاتهامات الموجهة لميليشيا حزب الله باستغلال موارد البلاد للتربح والإنفاق على أنشطتها الإرهابية بينما تترك الشعب اللبناني يغوص نحو 75% منه في هوة الفقر وفقا لبيانات الأمم المتحدة وبحسب محللين فإن تراجع ميليشيا حزب الله سياسيا عبر صناديق الاقتراع واقتصاديا عبر العقوبات الأمريكية من شأنه أن يضعف الميليشيا وارتباطاتها الإقليمية بالنظام الإيراني إلا أن ذلك ربما لن يقدم حلا سحريا للأزمة التي يواجهها لبنان ففي ظل عدم حصول أي حزب أو كتلة على الأغلبية البرلمانية منفردة فإن تشكيل الحكومة قد يتأخر كما أن تبني برنامج إصلاحي يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة سيستلزم اتفاقا بين القوى اللبنانية المختلفة وهو أمر لا يزال بعيدا في الظروف الراهنة شكرا